لعل كثير من إخواننا تذكروا أمس سقوط طائرة العسكرية الجزائرية قبل ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات سقطت طائرة عسكرية جزائرية على متنها رسمياً 257 شخص المصادر أخرى تقول أكثر أن العدد كان أكثر من هذا لكن رسمياً كان العدد 257 شخص وسقطت بعد انطلاقها مباشرة من مطار بوفاريك يومها قالوا كانت هناك عدة تفسيرات كان هناك من يقول من أن كان هناك خطأ تقني كان هناك من يقول خطأ بشري كان هناك من يقول من أن الخطأ البشري تمثل في أن قائد الطائرة أغلق لما شاف أن هناك خلل في أحد المحركات أطفأ المحركات اليمين في اثنين مرة واحدة مما جعلها تسقط بطريقة على جهة كان هناك من يقول وكان هناك من يقول عدة أسباب لكن الجماعة الحاكمة العصابة الحاكمة قالت من أنها ستنشئ لجنة ستنشئ لجنة وستحقق في الأمر وأنها ستنشر هذه اللجنة في أقرب فرصة ممكنة بعد ثلاث سنوات ويوم واحد اليوم عندنا ثلاث سنوات ويوم ما فيش خبر لهذه اللجنة ما فيش خبر لهذه اللجنة يومها أنا شخصيا رجحت من أن الموضوع قد يكون وهذا نتيجة في بعض المعلومات كان إخواننا أيضا اللي هما أربما عندهم حتى تفاصيل أكثر تحدثوا في الموضوع أعتقد أن أخونا محمد عبد الله يومها تكلم في الموضوع أعتقد أن أخونا أمير تكلم في الموضوع وبعض الناشطين تكلمون في الموضوع لكن المرجح أن سقوط الطائرة كان لسببين رئيسيين سبب الأول أنها كانت حمولتها أكثر مما يجب أنها في الحقيقة كان فيها أكثر من ثلثميات شخص وهي تحمل على أقصى حد ممكن حدود مئتين واربعين هما رسميا قالوا مئتين وسبعة وخمسين اللي كانوا في الطائرة السبب الثاني هو أن الصيانة وقطع الغيار اللي كانت الصيانة سيئة وقطع الغيار في الغالب هي قطع غيار مضروبة قطع غيار كما نقول عندنا طيوان قطع غيار مهش أصلية لماذا؟ لأن اللي يشرو في قطع الغيار في الغالب يشروها من الروس أو من الأماكن اللي يشروها فيها يخيروهم يقولون لهم كيف ما يتروح أنت مرات المحل يقول لك شوف هاي اللي دوري جين هاي اللي مهش دوري جين هاي فهوما طبعا يشرووا الخيس ويفاكتروا الغالي يشرووا الخيس ويفاكتروا الغالي مثلا بياس دوري جين مرات مثلا قطعة غيار مثلا تسوي خمسمائة ألف دولار لما تكون أصلية قطعة الغيار لما تكون مش أصلية تسوي متين ألف دولار يشرو تعالي متين ألف فصح فالفاتو رايح حطو خمسمائة ألف للأسف أكثر وهذا مش في المجال العسكري مجال العسكري ومجال المدني أيضا ولذلك كيين كوارث كبرى في الجزائر كيين كوارث كوارث في السيارات وكوارث في الطائرات وكوارث في الشاحنات وكوارث في كل مكان كلش مدغول كلش مدغول يشيروا الحديد مدغول يشيروا السيمة مدغولة يشيروا القطع الغير مدغولة إلا مرحي مربك قليل من المستوردين اللي هو ضميره ما يسمحلوش أنه يتلاعب بحياة الناس وأحيانا في بعض المرات يكون كائنين بعض المراقبين يعني اللي عندهم دور رقابي يقوموا بعملهم ما يشيروهمش لكن الكوارث الكبرى اللي يراهي اليوم في الجزائر هو الغش كلش تقريبا كلش مخشوش الدول الآن كثير من دولها مخشوش مزيف طبعا كل شيء كل شيء كل شيء هذا مثلا قضايا بتاع الفرامل بتاع السيارات وتاع الشاحنات ومرة يبيعوها لك على أساس أنها ضرجين ولكن في الحقيقة هي مخشوشة هذا علاش غياب الدولة دولة موظفي الدولة أغلبيتهم مرتاشين اللي يدخلين في قطاع المراقبة في الأدوان في الصيانات في كل المجالس أو الرقابية كان عدد كبير من المرتشين وما فيش جهات رقبية تراقب الجهات الرقبية في كل العالم جهات الرقبية هي أيضا تخضع لرقابة بشر الناس بشر باش إذا كان جهة رقبية أخطأت كان جهة رقبية أخرى تتراقبها نحن في الغالب الكلش مدغول وهذا ره يمس الناس كثير ره يمصابة بالسرطان لأن كثير من الأشياء تجي يشفنا المرة الماضية مثلاً هو مكلمونا على القمح اللي رغم دخلوا الآن منهم بعضهم في الحبس قال لك جابوا جابوا قمح فيها مسموم يعني فيه سموم سواء كانت سموم منتع منتع رادياسيون أو سموم أخرى ووجدنا أنهم دخلوهم للحبس لكن علش دخلوهم للحبس لأنه فقط المسؤولين الكبار فقدوا الداعم الرئيسي لهم وواحد منهم هو من أقرباء القايد الصالح كنا تكلمنا عليها في وقتها من أقرباء القايد الصالح لما راح القايد الصالح دخلوهم للحبس لما كان القايد الصالح كان موظف كبير ويأخذ وداخل فيها ملايين دولارات بين الرشاوي وبين التلاعبات إلى آخرها هذه الكوارث أنا إذن قناعتي أن ما حدث للطائرة هو هذا هو الحمولة الزائدة لأن كانوا زاف أيضا لأن فيه شرقابة ليعرف واحد وكانوا بعض الجنود يدفعوا رشاوي وبعض الناس يدخلوا أسرهم المدنية إلى آخر يدفعوا شوية فلوس للشماعة اللي مسيطرين تم مع الطائرة والمطار مروا هم إذن دفعوهم إلى الموت وزائد قضية القطع الغيار الطائرات في الجزائر تسقط بشكل رهيب يوم أنا كنت قدمت قائمة طويلة مثلا مش حاب نعود من مرضكم بالقوائم طائرات اللي تسقطت لكنها تسقط بشكل رهيب رحم الله كل من مات مظلوما في الجزائر ويتحمل مسؤوليته تاريخيا وأمام الله أيضا كل أولئك الذين يتلاعبونها بأرواح الجزائريين بأكل الجزائريين بسلامة الجزائريين يتحملوا مسؤولية كبيرة يعني تخيلوا أن الأموال اللي راكم تنهبوا فيها بهذه الطريقة الغش راح في الغالب تكلفكم في الدنيا حتى وتدفعوا ثمنها أحيانا في أبنائكم وتدفعوا ثمنها أحيانا في أسركم وفي الأمراض اللي تصيبكم وما عند الله أعظم إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أنصح كل الناس اللي تقوم بالغش أن تتوقف عن ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منها ماكش منها لغش الناس ماهوش منهم بالمناسبة سواء كان مسلم أو غير مسلمة من غشنا فليس منها بالغش كورث العالم هذا اللي تقدم أول شيء هو استطاع أن يضع قواعد الشفافية وقواعد محاربة الغش وقواعد محابة الرشاوي وقواعد وثبتها هذه دولة القانون دولة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد في مجالات مختلفة تتميز كلها بالشفافية وبالرقابة وبالرقابة المضادة وبتوازن السلطات وبسلطة على السلطة وجيهة على السلطة جيهة وهكذا نحن دولة العسكر بطبيعة الحال سلطة واحدة ممركزة في كمشة الجنيرالات عندها يدها الضاربة هي المخابرات تصنع منتشا تفعل منتشا تطيح بمنتشا وتعبث بمنتشا وعندها ممثليها المدنيين تابعين لها رحم الله أولئك العسكريين والمدنيين الذين قتلوا في حادثة الطائرة ونستنى لكن الغريف الأمر كان المفروض أن مثلا المسؤول الأول اللي هو قائد القاعدة العسكرية الجوية في بوفاريك كان المفروض أقل شيء إذا ما تمش محاكمته كان المفروض أنه مثلا يطرد ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قلنا نشوف ماذا حدث لهذا المسؤول ونرى هل هو في السجن؟ هل هو في محاسبة؟ هل هو في رقابة؟ دعنا نشوفه وراه لحظة فقط ها هو ها هو إن شاء الله سأتبه لكم الصورة جيدة الكتابة سأتقول ما يشتبه تماما هذا هو اللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية في زيارة إلى الإمارات متى كان هذا؟ كان في 23 فبراير الماضي قبل شهر ونص من الآن إذن اللواء محمود العرابة اللي كان يومها هو قائد البوفاريك قائد القاعدة الجوية في بوفاريك بدل من أن يتم مسائلته يتم بدل من أن تتم محاكمته أو أقل شيء طردوا رقيا إلى أصبح قائد القوات الجوية الناس يعرفوه يقولوا مستواه مش رابعة تحت الرابعة مستواه كارثي كارثي بكل ما تعنيه الكريم هذا هو قائد القوات الجوية اليوم في الجزائر يعني شخصية أسكرية خطيرة جدا قائد القوات الجوية وما أدراك كل ما كنت فاسدا وأفسدت أكثر كل ما كنت مجرما وأجرمت أكثر كل ما كنت مرتشيا وارتشيت أكثر وكل ما تسببت في قتل الناس وقتلت أكثر كل ما رفعناك في الدرجات هكذا هو اليوم المقياس مقياس الترقيات لدى سلطة الظلم القائمة لماذا؟ لأن كل ما كان فاسدا كل ما ضامنوا ولاؤه كل ما كان قاتلا كل ما ضامنوا ولاؤه ترغيبا وترهيبا هذه هي البلاد كيفش رأي تمشي بكل أسف وألم